يوما بعد آخر يتزايد عدد العمال الأجانب في العراق في وقت تواصل معدلات البطالة بين القوى العاملة المحلية بالارتفاع فهناك أكثر من مليون عامل أجنبيا تشيرون في العراق 43 ألف عامل منهم فقط حصلوا على رخصة عمل بحسب إحصائيات رسمية آخر عمليات التدفق الجماعي للعمال الأجنبية إلى العراق حدث قبل أسابيع عندما دخل خمسون ألف باكستاني بصفة سياح دينيين ومن ثم اختفوا في البلاد في المقابل فإن أكثر من ستة ملايين عامل عراقي عاطلون عن العمل ولا يجدون ما يفعلونه سوى انتظار القطاع الحكومي الذي أنهك بسبب ضغط التعينات أما ضرر العمالة الأجنبية على الاقتصاد العراقي فيتمثل بخروج مبالغ مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة من البلاد كحولات تقدر بأكثر من ستمائة مليون دولار شهريا لكن كيف يدخل العمال إلى العراق؟ يقول مختصون أن ملف العمال الأجنبية يشبه الكثير من الفساد فالعامل قد يأتي إلى العراق بطريقة غير شرعية أو عبر زيارة دينية أو سياحية ليتسرب إلى سوق العمل وهنا تكمل المشكلة فأغلب هؤلاء العمال لا يملكون مهارات كالشهادة أو حرفة يدوية وبالتالي يضطرون للانخراط في شبكات الجريمة المنظمة كالمخدرات وتجارة الأعضاء البشرية والتسليب والقتل والاختطاف إذن ما الحل لمواجهة ظاهرة غزو العمال الأجنبية في العراق؟ يوصي مراقبون بضرورة تحديد وتجديد ضوابط استقدام العمال الأجنبية ليس هذا فحس بل شن حملات موسعة مع اتخاذ إجراءات قانونية مشددة تجاه أصحاب العمل الذين يسمحون بتشغيل عمال أجانب دون الحصول على الموافقات الرسمية بحسب مراقبين وأيضا بالاحتكام إلى القانون العراقي فأنه يشترط حصول العامل الأجنبي على رخصة عمل تصدر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل الالتحاق بأي عمل ووفق هذه المؤشرات يشدد خبراء اقتصاديون على ربط استقدام العمال الأجانب بمدى حاجة العراق إلى الأيد العامل الأجنبية